لم يقتصر انفاق الأندية السعودية ببذخ على اللاعبين الأجانب حتى المحليين نالهم من الحب جانب حيث طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط الهلال يعلن ضم تنبكتي رسميا أعلن نادي الهلال التعاقد بشكل رسمي مع حسان تنبكتي مدافع نادي الشباب بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة يمثل فيها تنبكتي أزرق العاصمة وذلك وسط منافسة قوية للظفر بخدمات اللاعب من أندية النصر والأهل والاتحاد وبث حساب النادي على منصة اكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا بتويتر مقطع فيديو يعلن فيه عن التعاقد مع حسان تنبكتي قال فيه الآخير بالنهاية أنا هلالي وكانت مصادر مطالعة للشرق الأوسط قد كشفت في وقت سابق عن أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان وإدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل كانت حاضرتين فجر الاثنين في مراسم توقيع عقد مدافع الشباب الدولي حسان تنبكتي لنادي الهلال لمدة أربعة أعوام مقبلة بقيمة مالية قاربت 138 مليون ريال سعودي ترجمة نانسي قنقر